في تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة في محافظة الأسكندرية وبالمناسبة ده ليه علاقة اللي أنا بقولولك دلوقتي ده على طول بتحركوا حياة كريمة في اسكندرية علشان يشوفوا أي حد متضرر من جراء انهيار من انهيار ايه انهيار دي؟ انهيار هذا العقار في الأسكندرية وبالفعل فرق العمل بتاعة مؤسسة حياة كريمة بدأت تشتغل بمنطقة سرعة زي محاضاتكم شايفين صورة واضحة دليل دامغ على فكرة التحرك السريع والبناء علشان إذا كان فيه أي خدمات أي دعم أي مساعدات يتم عملها فورا للأهالي اللي موجودين هناك كمان مؤسسة حياة كريمة قررت انها تصرف تعويضات مادية لأي اسرة تضررت وبقيمة 25 ألف جنيه ده حياة كريمة بالتحديد مش بقولك كل حياة كريمة بالتحديد 25 ألف لكل أسرة من أسر أي حد تضرر من انهيار هذا العقار هنا لازم تلقي الضوء على إيه حياة كريمة مش بس بتشتغل علشان المشروع التنموي الأضخم ألا وهو حياة كريمة في الأربع تلاف وخمسمائة قرية مصرية بملحقتها وتوابعها من عزب ونجوع وكفور إلخ حياة كريمة بتشتغل بهذا المنطق بهذا المفهوم اللي منه اسم المؤسسة حياة كريمة لكل المصريين